كيف كان الحال في البورسة القطرية وأدائها خلال 2020 مع الدعم الذي تلقته من الحكومة الذي يقدر بنحو 10 مليارات ريال في هذا العرض التفصيلي بالنسبة للمؤشرات العامة للبورسة القطرية المؤشر العام الذي يضم أكبر 20 شركة وزنا ارتفاعات طفيفة لا تتجاوز 20 نقطة مئوية عند مستوى 10436 طبعا هو كما شرط يقيس أكبر 20 شركة في السوق المؤشر الإسلامي ريان الإسلامي ارتفاعات بأكثر من 3% عند 2393 يقيس الأسهم الإسلامية المتوافقة مع الشريع الإسلامية بالنسبة إلى الرسملة أو رأسمال السوق القطري ارتفاعات بـ 3.5% لتتجاوز 600 وملياري ريال طبعا تمثل 87 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لقطر فيما يتعلق بأداء القطاعات القطرية في السوق خلال 2020 نلاحظ بأن الجزء الأول أو أكبر الرابحين كان بالنسبة إلى النقل الذي ارتفع بحدود 29 في المئة والعقارات بحدود 23 في المئة والاتصالات بحوالي 13 في المئة أما فيما يتعلق بالأسهم أو عفوا القطاعات الأكثر انخفاضا هنا التأمين بأكثر من 12 في المئة والخدمات والسلع حوالي 6 في المئة ماذا عن الأسهم الأكثر نشاطا كيف كانت خلال 2020 طبعا الأكثر ارتفاعا كان بالنسبة إلى الطبية 285 دلالة 195 ارتفاع السهم وأزان بحدود 189 طبعا يأتي بذلك بدعم المضاربات وارتفاع شهية المخاطرة أما الأكثر انخفاضا تتصدرها الأسمنت بـ 26.5 انخفاضات قطل للتأمين 25.3 ومسعيد البتروكيماويات 18.5 في المئة طبعا جميع تلك الأسهم ضمن تركيبة المؤشر وضغط أو شكرت أيضا ضغط إضافي على المؤشر العام للبورصة القطرية ماذا عن قيم التداولات في البورصة القطرية في 2020 وتفاصيله طبعا كان هناك ارتفاع بـ 56 في المئة تقريبا بحدود 105 مليارات و800 مليون طبعا المتوسط كان 420 وهو إذا ما قرنا بـ 2019 البالغ 250 مليون ريال يوميا الأكثر تداولا Q&B 12 مليار ونصف الريال قطري ازدان ناقلات بـ 5 مليارات ونصف المليار ريال طبعا هناك كانت صندوق المؤشرات المتداولة بـ 79.9 مليون وتداول السندات بـ 9.9 مليار ريال خلال 2020 ماذا عن أحجام التداولات في البورصة القطرية في 2020 طبعا كان هناك ارتفاعات بحدود 380 إلى 55.2 مليار سهم الأكثر تداولا طبعا إزدان القابضة بـ 6.4 استثمار القابضة السلام 4.4 مليون سهم أبرز أوهم ما حصل وشهدته أيضا المؤشرات والمؤسسات والاستثمار الأجنبي صافي بيع الأفراد بحدود 2.8 مليار ريال المؤسسات القطرية بتقريبا من نفس مليار 2.840 مليون وتسعمائة مليون ريال صافي شراء المؤسسات الأجنبية في البورصة القطرية خلال 2020 أهم الأحداث طبعا كان هناك اكتتاب على شركة كيو الأم بحدود 60% طبعا هذه الشركة فيها التأمين والإدراج سوف يكون فيها السادس من يناير من عام 2021 إدراج أزدان القابضة في مؤشر فوتسي وإعادة إدراج ناقلات في مؤشر MCI طبعا أرباح الشركات المدرجة تنخفض خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بحدود 24 مليار ريال بضغط طبيعة الحال من الجائحة مجموعة كيو أم بي أو شركة كيو أم بي للخدمات المالية تبدأ مزاولة نشاط تزويد السيولة متابعين معكم بالنسبة للتوقعات وخطط البورصة في 2021 إطلاق أرية إقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف وإطلاق أول صندوق للتداول في الذهب خلال النصف الأول من عام 2021 وإدراج أسهم كيو أم للتداول وإدراج أول شركة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة القطرية بلا شك سوف ينوع من المحفظة الاستثمارية للمستثمارين سواء الأجانب أو المحليين القطريين في البورصة القطرية